السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hi everybody, how are you doing? اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سنرى 20 خطوة للنجاح في الدراسة بشكل عام أو في المدرسة Ok, let's begin هيا لنبدأ قبل أن ندخل في العشرون خطوة لابد أن نرى المباذي الأساسية التالية وسميها 3 Ns N number 1 Nobody is better than me Nobody is better than me لا أحد أفضل مني في القسم لا أحد أفضل مني Nobody is better than me N2 Nothing is impossible Nothing is impossible لا شيء مستحيل كل شيء ممكن ممكن أن أكون في المرتبة الأولى ممكن أن أحصل على النقطة الأولى Nothing is impossible لا شيء مستحيل Nothing is impossible N number 3 Never give up Never give up Never give up Get organized Get organized Get organized Make a study schedule Make a study schedule Pay attention In class في القسم وهذا شيء مهم جدا كي تفهم الدرس لابد أن تنتبه جيدا Ask questions if you don't understand Ask questions if you don't understand Ask questions if you don't understand اطرح الأسئلة إذا لم تفهم وهذا أساسي لا بد أن تطرح الأسئلة لابد أن تطرح الأسئلة Ask questions if you don't understand Ask questions if you don't understand Be punctual كن ملتزما بالوقت احرص على أن تكون في الوقت Be punctual دائما في الوقت لا أتأخر أبدا عن الحصة أحاول دائما أن أكون في الوقت Be punctual Work honestly Work honestly Work honestly اعمل بإخلاص دائما أخلص في العمل تجنب الغش تجنب الطرق الغير مشروعة للدراسة أو للعمل Work honestly Don't compare yourself to anyone else Don't compare yourself to anyone else Don't compare yourself to anyone else لا تقارن نفسك بأي أحد نحن بشر ليس آلات من طبيعة الحال نختلف كل له نقط الضعف ونقط القوة Take notes Take notes Take notes دون الملاحظات أو خد النقط دون النقط الأساسية في القسم دائما Take notes Review notes from class every evening Review notes from class every evening راجع الملاحظات التي دونتها في القسم كل مساء Review notes from class every evening Review notes from class Every evening Challenge yourself Challenge yourself Challenge yourself تحدى نفسك أنا كطالب أحيانا تواجهوني بعض الصعوبات لا يجب علي أن أفشل لا بد أن أتحدى نفسي I challenge myself Make time to relax Make time to relax Make time to relax اجعل وقتا للراحة Make time to relax لا بد أن تضع في البرنامج الدراسي وقتا للراحة والاستمتاع بالوقت Test yourself periodically Test yourself periodically Test yourself periodically اختبر نفسك بانتظام لا تنتظر حتى يحين وقت الامتحان لا بد أن تختبر نفسك بانتظام عن طريق التمارين وتدرب على الامتحانات and so on Don't be ashamed of your mistakes Don't be ashamed of your mistakes لا تخجل من أخطائك فالذين لا يخطئون لا يتعلمون الخطأ نتعلم منه الخطأ ليس عيبا It's not a crime ليس جريمة Sleep well Sleep well Sleep well نم جيدا النوم مهم جدا وغالبا تمانية ساعات تكون كافية Sleep well نم جيدا هذا بالنسبة للبالغين من طبيعة الحال Read everyday Read everyday Read everyday اقرأ يوميا أو كل يوم أحاول أن تنوع في مواضيع الكراءة الكراءة مهمة جدا ولا بد أن أننوع المواضيع قصص كتب مقالات and so on Talk to teachers Talk to teachers Talk to teachers تحدث إلى الأساثذة وهذا شيء مهم جدا أن أتواصل مع الأساثذة الذين يدرسونني شيء مهم جدا إذا كان لديه إشكال إذا كان لديه مشكل لم أفهم شيء ما مثلا لا بد أن نتواصل Study with group Study with group Study with group Study with group أدرس مع المجموعة بعض المواد تحتاج لعمل جماعي مع المجموعة لا بد أن أتدرب على دراسة مع المجموعة يكون أفضل بعض الأحيان Take the initiative Take the initiative خذ بزمام مبادرة إذا كان عظماء مثلا أو إذا كان نشاط دراسي مثلا لا بد أن أخذ بزمام مبادرة أن أكون أنا الأول Take the initiative لا تخجل Choose good friends Choose good friends Choose good friends اختر أصدقاء جيدين أو اختر الرفقة الحسنة إذا كان لديك صديق جيد فإنه سوف يساعدك على التعلم ويشجعك وإذا كان سيء فسيكون العكس لا بد أن أختار الصديق المناسب Don't blame the others Don't blame the others لا تلوم الآخرين Don't blame the others لا تلوم الآخرين دائماً أحاول أن أبحث عن نقط ضعفي وأن أشتغل عليها عوض أن ألوم الآخرين Trust yourself وأخيراً Trust yourself تق بنفسك Trust yourself تق بنفسك تق بمؤهلاتك وأكيد سوف تنجح أتمنى أن تفيدكم هذه الخطوات في حياتكم الدراسية كما أتمنى لكم النجاح والتوفيق إن شاء الله في مسيرتكم الدراسية أضرب لكم موعداً آخر في درس قادم إن شاء الله وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته